الفناني نوال الزهبي في لقطات عفوية تشعل لمصرح بابل برأسيها بخفة ودلع في مهرجان بابل الدولي تابعوا معنا باقي التفاصيل ولا تنسوا بداع رأيكم اشعلت الفناني نوال الزهبي المصرح البابلي في مهرجان بابل الدولي واحيات الحفل واخترت لهذه المناسبة فستانة من تصميم دار الازياء لبوري جوازي فور وصول الفناني نوال الزهبي الى العراق تم استقبلها بالورود احياء لحفلها في مهرجان بابل العراقي رفع المهرجان شعار كومبليت كامل العدد في حفلة الفناني نوال الزهبي لأول مرة منذ سنوات يشعل المصرح البابلي ضيوفه وزواره شكل الجمهور كان غير طبيعي ومتفاعل تماما مع الفناني نوال الزهبي مهرجان بابل يخطف قلوب العراقيين حضور مكسف ونجوم يتقلقون مهرجان بابل السنوي في العراق يعود بعد انقطاع دامة 19 عاما ونوال الزهبي تتقلق وترقص على مصرح بابل التاريخي نوال الزهبي تقبل العلامة العراقي وترتدي يستمر المهرجان الذي احتضن المصرح البابلي بمدينة بابل الأسرية مئة كيلومتر جنوب العاصمة العراقية بغداد ده حفل في افتتاحه لمدة خمس ديام يحمل المهرجان شعار من بابل الحضارة نصنع الحياة ويحتوي على عروض متنوعة تشمل موسيقى غناء رأس فنون شعبية ومعرض للكتاب والرسم عربت وزارة الثقافة العراقية في بيان لها عن أملها أن يعود مهرجان بابل من جديد كما كان بعد توقف استمر من عام 2003 وبالفعل حدث واجه المهرجان قبيل افتتاحه الكثير من الاعتراضات من بعض الجاية الدينية والاجتماعية بسبب الفقرات الغنائية التي يحتويها المهرجان فيما عدى آخرون المهرجان تم جيدا لنظام السابق كونه كأن يقدب على إقامته في كل عام ترجمة نانسي قنقر